دخلت وتوطيت وصليت قال لي لا مش يحفظني ومشيت النعز وين نحس بحريق في قرشي اه يا ولدي عارفة رازي ما كان حالش عليك سمح لي يا ولدي نعزت ودعيت ربي يحفظ لي يا ولدي والغدلي خرجنا بيه لبقى كيتمشى في الزنقى حتى دازت وحد التموبيل ركبوه فيها ودقوه معهم قال شكون انتو ما وهو يقوله راضي دا بتعرف كوشي دخل مراد وش عمدوه قال له لا بس عليك السينابيل قال نبيل انت هو يقول مراد ايه هانا شنو واش كنتي متوقع مني اناني غدي مخون مياد قال ليه نبيل لا انا مقصدش عايشة بنت عمدي وهو يقوله مراد عايشة مراتي وام ولدي وانت ما غديش تخاف عليها هكتر مني نبيل قال مراتك هو يقوله مراد بغيتك تسلمها ليه والمقابل نعفو عليك قال ليه نبيل كي غنديه هو يقول مراد شوف كيفاش غدي تخرجها نبيل قال عندي فكرة هيك تختم في كاباريت كاباريت قال ليه نبيل غاموا اقاتا في بلاس تختي تقدر بتاخدها من تمام وهو يقول مراد مزيان ولكن تقدر بيين دبحك وفي بيت الريان كان جالس الريان وثامية كيشربوا القهوة والصمت سائد بين هاتهم وهي تقول ثامية الماضي راجع انا هاتشي مخوفني بسته قال لي هالريان عناش خايفة اياك كل شي داس وهي تقول ثامية كاته دار بواحد البساطة كأنك معارش الكاريتة اللي احنا فيها واش عارف ولدك لباقي شاد في الاسمية عايشة وعارف الحقيقة اش غدي وقعه غايش بده الماضي وراك عارف اش نوقع وهو يقول الغيان بردي ما غديش يعارفو السر مدفون حتى واحد ما عارفو من غيرنا المصيبة هي ان بولدي بتمسك ببنتها بنفس الطريقة درابيع انا بيع اللي منلي تزايدت بنتي عالية اختار يسميها هو عالية ما كنتش عارفة للول علاش ولكن منلي عرفت من بعد كان فات الحال شاءت الاقتار كلما عيت البنتين تفكرها الله ياخد فيك الحق يا ربيح قال الغيان كنت ضعف واحد ميات افق فات وهو يقول صافي بلا ما تنبخي عليا قالت ليه ثانيا ارتاحيت من عالية وطلعت لي يا بنتها وعند عيشة بقيت كنهدر انا وخديجة احتدخلات عمتي وقالت واش قاطعتكم قلت ليها لا عمتي اجي وهي تقول بنتي عيشة وبغيت نقول ليك شي حاجة وقلت انا كنسمعك وهي تقول حبيبة انتي قريبة تولي ام وغادة تحسي بالامومة وما غا تقدريش تفارقي مع بنتك ولا ولدك تخايل اعدام ماماك وهي بعيدة عليك قاع هذه المدة قلت ليها هي اللي بعادات عليها بخاطرها انا مغاداش نتخلى على ولدي بحالها وهي تقول عمه لا ماشي لخاطرها قلت ليها واشنو المبرر ديالها وهي تقول عمتي سمعيه منها هي انا متأكدة غدا تقتنعي بهضرتها ولكن اعطيها فرصة تهدر وقالت كاني انشي حويج انتي ما حرفاهو مش ماضي طويل وخاسكي تشوفي الماماك في عينيها وتسمعيه منها واعدين قلت ليها واخا غدا نحاول وداز نهاري هادي حتوصل الليل وكان خاسلين مشي نخدم في بلازة خديجة امالي في نبيل مرة اخرى يحميني من سكايرية لبست حويجي والحجاب ديالي ودعيت ربي يحفظني خرجت ونقيت نبيل كايت سناني ركبنا في الطاكسي ومشينا بقيت كنسربي وكل واحد مني لكي هتر شوية قال لي يا نبيل ندي المال واحد السيد شفت فيه وكان عاطيني بالطهر ومنزر راسه للطابلة اديت له المو حطي طوله وشفت فيه شوية ارفع راسه قلبي وقف فجأة من ليه شفتوك هندايا ضحكة جانبية ضحكة شيرثيرة كتعبر على الانتصار ونظرها هده كتخبي الكثير شاريت عذابي معه داز فجأة قدام عيني نزلت راسي والرؤب متمكن مني بعت منه وحاولت نمشي بعيد عليه بديت كنقلب بعينيه على نبيل بحالة الى الارض كلاته خرجت بالزربة حتى لقيت ايد كتجبنيه وحط ايده وخرع لفمي قلبي كان غاد يخرج من بلاستو وهو يكون وإلى فكرتي أنك ممكن تهربي مني مرة أخرى مهما طال الزمان غادة تكوني غالطة بالسهر وغتكوني كتحل إلى فكرتي أنك ممكن تهربي مني مرة أخرى بديت كنت جبت حيت سادلية فمي خداني وركبني في الطموبية اللي كان سايقها واحد آخر وركب حدايا ومشينا بغيت نهدر وهو يقول ششت متحضريش حط صبعه على وجهي وقال احسن ليك ونزل ايده الكرشي وقال اعلى قبل ولدنا ما قدرتش نزيد نهدر ولعرق في وجهي بحال شته خفت بالسهر خصوصا من اللي ذكر لي يا ولدي شاف نيس كتر ودار دي كالضحكة من جديد طلعي الدوع النقني بيها بحال شي واحد منتاصر ره بالصح منتاصر حيت قدر يرجعني عنده كنكره شخصيتي ضعيفة اللي ما كنقدرش بيها نهدر ولا ندافع على راسي سكت وانا خايفة وفي بلاسة اخرى رجح نبيل للدار والقامو في استقباله قالت له ولدي جيتي فين عايشة قال ليها ما نعرف وهي تقول اوي لي فين هي البلد قال ليها نبيل مشات مع راجلها وقد سلم عليكم وهي تقول له خديجة مستحيل تكون عايشة مشات معها بخاطرها اكيد خطفها قال نبيل واش انا غدا نحضي عباد الله بعدو مني قالت خديجة الله هي اخد فيك الحق ماما خاصنا نعلمو خالتي عاليا وهي غدا تصرف قالت لي همها ايها بنتي خاصنا نعلموها تصلوا بعاليا وقالوها لها قالت لي هم كيفاش مشات معاه انا غدا نمشي نرجع بنتي وهو يقول اكرم ماما ايش واقع قالت عاليا بنتي خداوها الريان عو تاني قال اكرم انا غدا نجي معاك اما عايشة وموراد وصلوا للدار خرجها من الطموبيل وجابها للدار معاه كان كل شي ناعز تقريبا حيث عاد الشمس كتطلع دخلها البيت ديالهم وشاف فيها وهو مازال كيدحك اما هي كانت بحالليلة كتشوف البيت الاول مرة قال ليها موراد توحشت ايه بقد ساكت اوش هدع لفمها بايديها وهو يقول شوفي مزيان غادي تبقاي هنا حياتك كاملة وغادت ولدي ولدي هنا عايشة قالت حرام عليك شنو درتلك تقلق موراد وقال ما عرفتش شنو درتي لي توولي راسك ما عرفتش علاش ما كتفارقيش هد العقل شكون انتي باش تشغلي دماغي شكون انتي عايشة بقدت كتبكي وقالت تيق بيا انا ما بغيت والو بغيت غير نرتاح وطاحت على ركابيها وهويتي موراد وقال اغادي ترتاحي ولكن هنا ارضاي بالامر الواقع وعرفي انك ديالي ديالي وحدي نوضي من الارض وباركة من البكة ما بغيتش ولديه تضرر من البكة بغيت ويتزاد راجعي عايشة بقدت كتبكي ومورادك ينوض فيها وقال بسكتي ما تبكيش نزل عندها وحط ايده على راسها وهو متردد شوية وهو ينوض وقال نوضي نعسي وارتاحي انا ما غاديش نغوض عليك صافي غير ما تبكيش وصلت عالية لدار رفيان اخيرا ونزلت من الطموبيل هد المرة بالزربة وبدون تردد دخلات وبداتك تغوض عايشة 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 بنتي وجاوبتها عالية بنت الريان قالت ايه 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 شنو كيحسب ليك راسك فكوري راكي في دارة للا شكون انتي وشنو باغا وهي تقول عالية فين هي بنتي قالت لها سامية ايجا يديري هنا تانية عالية اياك قلنا ليك ذاك النهار بنتك ما كيناش عندنا قالت عالية انتي كدابة وولدك خطف لي يا بنتي انا غدا ندخلو للحبس قالت لها سامية سيري جيبي البوليس واجي يتلوحي علينا الباطل فدارنا سيري بحالك وهو يقول اكرم مراد خطف عيشا والاختطاف ره جريمة وغدا تزاد ليه على جريمة الاغتصاب وحنا ما غاديش نسمحو في حق عيشا سامية قالت خرجوا من داري قلت ليكم ما كيناش هنا قال اكرم هاحنا غنشوفوهم اللي غنجيبو البوليس وهي تقولو سامية سير جيبش كون ما بغيتي عالية بقت كتغوت على بنتها وكتقول بنتي فينك وفي بيت مراد كانت عيشا غالسة على الناموسية وحاطة ايدها لاخدها اما مراد كان ناعز شوية وهي تسمع صوت امها ونادت بالزربة وقالت ماما هادي ماما فاق مراد وناد بالزربة شدها وقال شش سكتي وياك تسمعيهم صوتك ولا انتي عارف اش غيوقع قالت عيشا عافاك هو يقول مراد واش ما كتفهميش ما تحص بينيش عيشا قالت ياك انت وعدتيني ما غتغوتش عليها هانتك تغوت قال لي ها مراد سافي هانا غنهضر بشوية فاهميني اينا مشيتي معاهم غنناخد ولدنا منك وغتبقى يبعيد علي واش بغيتي هادشي وقع عيشا قالت لي لا وهو يقول مزيان اي دا نسكتي عرفتي شنو احنا غنمشيو من هنا قاع اما عالية بقى كتغوت وقالت بنتي يا سامية هاد المرة غنطيح على قبل هروح سمعتي إلا بنتي قالت سامية برا عطينا بتي ساح وهي تقول عالية انتو ما اللي اعطيوني بتي ساح واش مكفاكمش داكشي اللي درتو فيها وهو يقول اكرم زيد يا ماما احنا غنناخدو حقنا خرج اكرمو عالية من الدار ومشاوي ركبو في التموبيل حتى سمعو صوت لينا قالت عافاكم تسناو وهو يقول اكرم انا عامل على قالت لينا انا لينا الريان وهي تقوليها عالية واشنو بغيتي؟ قالت لينا بغيت نقول لكم باللي انا اللي هربت عايشا هرلوه قال ليها اكرم وفينا هي دابا؟ قالت ليه لينا ما هرفتش ولكن كونوا اكيدين انني غدا نعلمكم اللي عرفت عالية قالت غريب اول مرة كنشوف واحدة من سلالة الريان انسانة قالت ليها لينا لا لا كل واحد كيتحمل مسؤوليته هو يقول اكرم ممكن ناخد رقمك قالت ليه لينا طبعا وتبايدوا الارقام وقالت لينا ان شاء الله غادي تلقى وعيشا اكرم قال كن شكرك بالذات ابقات سامية وبنتها قال سينا احتبا اللي هم مراد نازل هو وعيشا ومزروبين سامية قالت واش انت كنت هنا؟ ايش كنت يكدير مع هاد خيتي؟ وهو يقول ماشي وقت وماما خاصني نمشي قالت ليه سامية يا قلت لك فرق عليك هاد البنت اللي ما جاي منورها غير المشاكين خليها ترجع لعائلتها وهو يقول مراد نسيتي انا صغية هاديرة هادية ومعندهمش حق فيها قالت سامية راهم غي علموا الهوليس وغادي تشد في الحبس خليها تمشي وحنا غل ناخدو حقنا من داك الولد مراد قال عايشا هي حقي دابا ولا تديالي واش ما كتفهميش حاملة مني سامية قالت مراد ولدي عافي قاطعها وقال صافي ثالينا الهضرة زيدي عايشا وجرح يشبها وخرج وهو هاسا كوف ايدو الخرق مشاود غيال الطموبيل وعايشا حطا ايدها لكرشها وكتقول قال قال ليها مراد مالكي قالت والو غا حسيت بالحريق في كرشي ما عرفت شمالي وهو يقول بشوية عليك يلا زيدي ركبي بشوية ركبات عايشا وبقات كتشوف فيه وعلى الحرص ديالي ومن جيه اخرى فكرات في كلامه ومحمه وكيفاش كان كيهضر عليها عمره ما غادي فكر فيها كامرأة غدا تبقى ديمة في عينيه ديال ركبوا وتحركوا وبقى هاكا مرة مرة كيشوفوا كيسولها واش لا باس وصلوا الوحد الدار كانت تقريبا في منطقة جبلية ولكن مجهزة نزلت من الطموبيل ونفس الحرص في عينيه دخلوا للدار وقرموا مراد من عايشه وشدها من راسها وقال هادي غدا تكون دارنا واحتى واحد ما غدا يصدعنا فيها قالت له عايشه واش غدا نعيشو هنا بوحدنا قال ليها مراد اه واش مع عشباتك شدار قالت له لا زوينا شد في ايدها وقال عايشه شوفي فيه انا بغيت نبعدو على كل شيء ونبدأو صفحة جديدة مع بعضياتنا قالت لي ولكن انا بالنسبة لك غير دي مراد قال انتي ديال يا عايشه مستحين خليك تكون بعيدة مرة اخرى ومسألة الدية بالنسبة لي هي داريحة كنشدك بيها معايا حيت انتي كتهر بي مني قلت لي انا بغى نكون معاك ولكن حرة تحك مرادو قال واش بالصحة انتي بغاني تقلبت وعطيته بالطهر وقلت اه الى ما غاديش تعود تغوت عليها وتضربني وهو يقول كان واعدك عمري ما غنهز عليك ايدي وفي بلات اخرى كانت سامية كتهضر مع راجلها قال لها ايش واقع مالكي جايباني كنجاي قالت له موصيبة موصيبة وصافي وهو يقول الريان يا لاطيف ايش من موصيبة قالت ليه سامية مراد اختف عيشه وجابها هنا وعاليا جات هيو هدا كتبي وهدوني باللي غايجيبو البوليس وغايحبسو موذات انا خايفة بالذات خاسنا نقنع مراد يبعد من عايشه حيث لا تفتح الماضي غادي نوحلو فيه واحتى واحد ما غادي فقنا وهو يقول الريان وفين هو دابا مراد قالت سامية ما عرفتش اداها معاه ومشا قال الريان انا غادي نعيت لرجالي بشي ويقلبوا علي وفي بلاس اخرى بشا اكرم وعاليا البوليس قال لي الشاف مرحبا بس اكرم نهار كبير هذا وهو يقول اكرم اهلا سعد لبس عليك الشاف قال مزيان بشفتكم قال لي اكرم جيتك في مهمة شخصية اللوما هادي ماما وهو يقول سعد متشرفين انا الله قالت عاليا ربي يخليك اولدي اكرم قال اغان دخل في الموضوع ان يشاهد بنتها خداوها لها شي ناس خداوها دية وعدبوها وملي هربات منهم للأسف لقاها واختفها ودها معاها بالقوة قال سعد هادي جريمة اعطوني معلومات عهيه واحنا غدا نقوموه باللازم قال لي اكرم كان شكرك بستاذ وعند عايشة كانت ناعسة على النموسية ومراد حداها كيدووز على شعرها وعلى وجههو كيتأمل تفاصيل وجهها البريئة وقال اه يا عايشة اشنو درتي فيا كيفاش قدرتي تمتالكيني باراقتك وخوفك وسكواتك حتى دموعك يقتلوني انزل على جابينها وطبع قبله وناد اما عند العمى كانت غالسة وخديجة غالسة عند رجليها وحطة راسها عندها حتى سمحوا الدقان في الباب ناضت خديجة وفتحات ولقات اكرم قالت سلام لبس عليك قال لها اكرم اهلا ما الوجهك شكون طربك قالت له خديجة انسى شي حاجة بسيطة تفضل اكرم قال معي واحد الضيف شاف سعد بغى يدير استجواب للنبيل يعرف كيفاش تمشات عيشة مع مراد قالت ليه خديجة تفضل وانا غدا نعيت ليه اكرم قال شكرا ليك تخال اكرم هو وسعد ومشات خديجة تعيت للنبيل اللي ناض مبوق من العاس قال اهلا اش حب الخاطر هو يقول له سعد انتا اجي يقلص نبيل قال ش شاف هو اخا اكرم قال كتعرفوا بعض اياتكم قال سعد طبعا ادوية نبيل كيفاش خدا مراد عيشة قال نبيل انا كنت معاها في الكباريه وهي كتسربيه وقاطعوا سعد وقال اعلا هي خدامة في كباريه وهو يقول نبيل كانت شادة البلاسة الاختيه علامة برا قال سعد كمل هو يقول نبيل تلاهيت معا شي وحدين ودرت لقيتها ما كيناش سعد قال هاد شي اللي كتقول ما كيدخلش للعقل هو يقول له نبيل والله هش شافي لا قاطعوا سعد وقال ما تحلفش اكرم قال سعد باش غيفيد هاد الشي راحنا عارفين باللي مراد هو اللي خداها سعد قال ليه يقدر يقول لنا شي حاجة وصلنا المكان مراد وهو يقول اكرم خاصنا نلقاوهم ضغية وفي مستشفى الامراض النفسية كان واحد الراجل في اواخر الارفعينات من عمره كي يقول شكون انا وعليش بعد قه هاد السنين مقدرش نتفكر والو غير اشريتك ادود حد عيني ناس اوتوموبيل كالتحرق شكون انا شكون قال ليه الممرد دكتور جاتوا الحلاعة والتاني وهو يقول الدكتور جيبوا الحقنة وعند عيشة حليت عيني وما لقيتش مراد حدايا في نمشة نضت ومشيت غسلت وجهي وخرجت عندو لقيتو في الكوزينة حالته جابت لي الضحكة الكوزينة كلها مرونا وريحة الشياط وهو واحد ديتك نضحك وقلت له اش كدير قال ما تضحكيش سيري انا اللي باغي نوجد ليك متاقلي قلت لا لا يخطيك خليني نعاونك وهو يقول اجي على الله نشوفه طيابك جيت قربت منه بديتك نجمع وانطيب احتكملت ابقى مصدوم وهو يقول والصافي ساليتي قلت وشنك يحساب لك قال موراد رهيفة وحساسة وزوينة وحتى الحداقة عاد عرفت علش كان بغيك صدمت منهضرته وقلت له شنو قلتي قال اوالو حضرت عيني وهو يقول ما تبكيش احياتي يلا ها انا غنقولها كان بغيك قلت له كتبغيني انا قال لا كان بغي الجيران قلت له ما مطيقاكش جيت نمشي وهو يشتني وعند نبيل قال ولا احتهد شلي كاين قال ليه اكرم صافي نوت خلينا نمشيه بلما نضيعو وقتنا معه ناد ساعته اكرم وجاو خارجي وبيدقو الخديجة سي اكرم قال ليها نعم قالت بلما تطيقو اخويا كان عارفوه مزيان ماشي بعيد يكون خدا الفلوس من موراد باش يعطيها عايشة قال سعد كتعرفي شي حاجة قالت كنعرف خويا ما عندوش مبادئ عايشة طيبة بالثاف حيات فيا المشاعر الزوينة اللي كانت ميتة فيا خاصكم ضروري تلقاوها وهو يقول سعد إلا عرفتي اي حاجة عافك علمينا بالزربة خديجة قالت اكيد خرس سعد ووقف اكرم وقال خديجة إلا احتاجيتي مساعدة أنا غادي نكون في الخدمة وغنصنت ليك أنا طبيب وغنقدر نعاونك خرج وخلاها مدهولة قالت كيفيج حتعرف أنني محتاجة مساعدة غريب حاليك يقرأ أفكاري مشا اكرم اللي عند عالية اللي لقاها كتسناه على نار قالت لقتيها قال أكرم ما زال هاحنا كنقلبه وهي تقول عالية الله يا ربي بنتي نهار لقيتها ضاعت مني الله يا ربي قال أكرم تهدني يا ماما كان واحدك غلقاوها نرجعه عند مراد وعيشة كانوا قالسين في الأرجوحة اللي جات في وسط الطبيعة الخلابة حاطين راسهم على بعدياتهم وهو يقول مراد عايشة اش حال منش هادة با عند ولدنا قلت بيش عرفتيه ولد ممكن تكون بنت قال مراد خايف تكون بنت وأنا نقول وعلاش قال خايف تضلم في هذا المجتمع الظالم وأنا نقول له انتا غاد تخليها تضلم قال قال مراد غا نقتل أي واحد يقرم منها قلت ليه علاش كتهدرو غير على القتل وعلاش حياتكم كلها ضلم هو يقول مراد حيث هكا بغاونا نكونه من نهارة زاديت وأنا كنشوف جدي كي أمر بالقتل والجلد والطرد وكان ديما مقلسني حداه كي أمرني نكون راجل من لي ما تجدي أهربت لفرانسا بدريعة القراية ولكن أنا كنت باغي غير ننسون بعد ومن لي رجعت لقيت كل شي كي ما غليته عرفت يا عايشة بالرغم من أن حياتي من الصغر كانت كلها مع ناس بك يعرفوا إلا القتل والتأر والعداب إلا أن فوس هاد الناس كلهم كان وحد الشخص قلبه حني وكنت كان بغي نجلس معاه بزاة حيت هو الوحيد اللي كان كي يشوف في يبقى البحي وكان كي عاملني كإنسان عنده مشاعر قلت لي شكون هادا؟ وهو يقول عمي ربيح هو وبابا شخصين مختلفين تماماً قلت لي وفين هو دفا؟ قال مات قلت لي مات؟ قال مرهد ولا نقول تقتل حسن؟ طبعاً غدا تسولي شكون قتله قلت لي انت عارف شكون اللي قتله وهو يقول اه ولكن ما غنقول ليكش حيت خايف قلت مناش خايف؟ وهو يقول مراد خايف من بزاف دلحوايج هادا السر الى التكشف غادي يمشيوا في هادلوث غايمشيوا في هاشي ناس غايتتروع لحياتي قلت لي احتال هادا الدرجة الامر خطير وهو يقول بزاف خلينا من هاد الموضوع وقولي لي واش كتحسي بالبيبي كيتحرك في كرشك؟ قلت لي اه شو ارى ايدك حطها هنا حط مراد ايدو على كرشي وقال اه ها هو تحرك والله لا تحرك خاسنا نمشي والطباب نشوفوش ينسو اكيد ده بعندك خمس شهور حيث حسبت من نهار قاطعت وقلت ششت اصافي بلا ما تكمل بغيت نسولك هو يقول سولي قلت لي ديك المرة من اللي تضربتي شكون اللي ضربك؟ مراد قال ولد عائلتك وانا نقول له ما تضحكش عليها كان هادر على المرة اللولة من اللي كنت معاك نهد مراد وقال هاداك مظهر من مظاهر تقر الانتقام وهاديك عائلة كينا في الدوار عندها شي مشكل مع بابا وجدي والضحية اهنا وانا نقول له اعارفة كان كيعود لي عمي العربي قال مراد المهم نسايع لي نهد الشي قلت له قول لي يا تاني هو يقول مراد اسئلتك تروع عايشة قلت لي صافي اهنا غدا نسقط وهو يقول غادا تهدري ولا نوض القطعك تروفة ولو حك لديها في الغابة اصدمت وهو بدي يضحك وقال كان نضحك معاك واش انا نقدر يالله هدوي ما تخافيش غير ضحك قلت انا كنخاف منك هيد كتتقلب ضغيه وهو يقول مراد هيد كنت كنعود ليك على الماضي ديالي انت خاسك تصبري معاك وتعذريني رأني قلت ليك انا برافي ما كنحش برافي اليك انتك كتبغيني خاستك تتحمليني قلت لي وهو خاف وهو يقول مراد هيد وهو خاف ديال الخوف مني ولا ديال القلب قلت ديال القلب مراد قال انتي مختلفة بالسهف والغريب انني نلقى قطيطة في وسط هاد الدياب اللي انا عايش وسطهم قلت لي انا مشي قطيطة وهو يقول مراد قطيطة وزوينا ايوه سوولي لقطيطة قلت انسيت اه تفكرت كيفاش حتى عرفتي باللي رأناه في داك الكاباري قال مراد حقا فكرتيني ايش داك تخدمي فيه على قلت الخدمات في البلد ولا الريح اللي جابت ديال دوي شنو كنتيك تخدمي اخر تماما قلت لا سمعني وخليني نشرح لي قال مراد هانا للك نسمع يلا دوي قلت خديجة بنت عمتي تلات بها اليام حتى خدمات تماما وضربوها ولاد الحرام وبدو كيهدوها ترجع الخدمة وهي كانت مريضة ديك ساعة وشديت بلاستها على ما تنوت قال مراد ايوه ما خفتيش توقع عليك شي حاجة ما عارفاش ان نحو تالت المجتمع كلها تماما قلت لي ما تغودش عليها وبديت كان بكي قال مراد اوف واش انا في اماما هدرت معاك غدا تبكي يلا سافي هانا ساكت اش غا نديره يا ربي دابل بكول عندك سلاح حيت عارفاني ضعيف تجاه دموعك يلا خلاص تحكي اجي باك ما بغيتيش تعرفيش كولي قال لي ايه على بلاستر قلت اه بغيت نعرف وهو يقول مراد نابيل قلت نابيل قال مراد واشنوك انتي كتسناي من واحد شمكة واش طيقتي انه دافع عليك النهار اللول هاداك راه كان ناويلك على نياك حلا يلا مسحي دموعك حبيبة المهم المهم دابا هو انك معايا وما غنخلي حتى وحد يقرب ليك بسوء عنقها وبقى كيبوس لها فرازها دور وجهه ولقام وراه محد الشخص اللي ما كانش متوقع انه يلقاه وفي مكان اخر كان اكرم معايا احتجاه اتصال قال قال له قال له المتصل دكتور اكرم لبس عليك معاك الدكتور عادل قال اكرم اهلا دكتور لبس عليك قال عادل باخر الحمد لله ما هديش نطول عليك احنا في المستشفى عندنا خصاص في الاطباء ياريت لو تلتحق بنا اكرم قال غنفكر في الموضوع خصوصا انه عندي دروف قاهرة هدليومي قال لي عادل كانت منه وتوافق قال اكرم يكون خير ان شاء الله وعند عايشة مراد تصدر من اللي شاف بابا قدامه قال بابا هو يقول بابا كنت عارف انني غديلقاك هنا خاصة هدرو ضروري قال مراد عايشة عافكي دخلي للدار وهي تقول واخا قال الاب ايش هاد شي كتير واش مخايفش من العواقب هو يقول مراد عايشة ديالي واحدة واحد ما غيفرقني عليها قال ليه الاب ديالي باش ديالك باش مذوج بيها قال ليه مراد نستاعد نتزوج بيها ودابا وهو يقول له الاب ديالي شوفا ولدي خلي البنت رجع لعائلتها هاد الناس ما كيدحكوش وغادي يدخلو كل حبس وانت عارف ماشي من مصلحة نايقر رهولينا البوليس قال مراد انا ما سوقيش في هاد شي كله انا كتهمني غير عايشة قال الريان واش كتكسابش عقلو لوانو قال ليه مراد سير في حال كبابا انا غادي نبقى هنا قال الاب لا حول ولا قوة الا بالله مشاء كرامل السبيطار باش يستالم وظيفته جديدة وبقى كيدور على المرضى كيتفقدهم حتى ديز من احدى واحد الغرفة اتاره فضولو يشوف شكون هو يسول ثول الممرد اللي كان معاه قال له شنو حالة هاد المريد وهو يقول الممرد هاد الشخص فاقد الداكرة تقريبا 18 عام هادي وهو هنا وما كيعقلع لوالو واحد اسميتو ما كيعرفهاش اكرم قال غريب 18 عام وفي دار الريان رجع الاب بالزرباء وبدك يعيط ساميا ساميا جات وقالت شنو وهو يقول مو صيبة قالت شنو واقع هدار قال مراد الداعيشة لدار ربيع قالت ساميا مستحيل نفس السيناريو كيتكرر وعليش الداهل تمه شكرا للمشاهد وعليشة للمشاهد ساميا مراد شكرا للمشاهد مراد شكرا للمشاهد شكرا للمشاهد